سبيل الإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة 18 سارة الحشم أهلاً وسهلاً كيف أنت إن شاء الله كويسين كيف أحوالي بعزبناك شديد بالجلس أبداً بالعكس أنا بمبسط لما تعرفوا حاجة شكراً لك يا سلامي يتفضلوا الحمد لله أنا بتذكر في المرة الفاتد أنت قلت لنا أنه الغايض الروماني خاف لما عرف أنه خالف الغانون الروماني وغيد وحبس بولس اللي هو مواطن روماني عشان كده قام فكاهوا بالضبط لكن يا خالتي صفية قدت لنا أنه في تاني يوم قرر أنه يعرف التهمة الحقيقية بتاعت بولس من اليهود هذا كلام صح وقام فكى بولس من السجن وقالت وبعد ذلك دعلي اجتماع مع رؤساء الأحبار وكل أعظام مجلس بني إسرائيل الأعلى صح وقام بولس قدامهم للمواجهة هذا كلام صحيح موسيقى 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 احا والاجتماع فألا نراقت وبولس جد دا من المجلس وأخذ الفرصة عشان يتكلم وعاين للمجتمعين بتركيز شديد وقال ليهم ياهواني يا أخواني من بني إسرائيل أنا وهبت نفسي لله بضمير صافي والحمد لله ما ندمان علي كده لغاية اليوم وبعد هذا الكلام حناني رئيس الأحبار غضب جداً عشان كده أمر خدام الواقفين جنب بولس وقال ليهم ده كلام فارغ أضربوه أضربوه في الخشمه أضربوه يضرب كله انت يا منافق جاهل انت قاعد هنا عشان تحاكم نبه الشريعة وفي نفس الوقت تخالفه وتأمر بضربي انت بتشتم رئيس أحبار الله؟ أنا متأسف أنا ما كنت عارف انه رئيس الأحبار لأنه لو كنت عارف كده ما كنت دقيته لأنه التوراة بتقول لا تلعن رؤسائك وبولس لأنه كان عارف انه قاعد المجلس مكونين من طائفتين مختلفتين من المتشددين وهم الصدوقيين والخريسيين وهم متعرضين في بعض الأحكام حب يضربوا بمي بعض وقال يا اخواني يا اخواني انا فريسي أبا عن جد وأنا دلوقت واقف جدامكم وبتحاكم لأني مؤمن بأنه الله بيحيي الموت بعد موته وبمجرد ما بولس قال الكلام ده وقع الخلاف بين الطائفتين والمجلس انقسم لأنه الصدوقيين ما بيؤمن بالبحث ولا بالملائكة ولا غير من الكائنات الغيبية بعكس الفريسيين اللي بيؤمنوا بالأشياء دي كلها وحصلت مقالطات وجدل والمجتمعين هاجوا وماجوا ووقفت مجموعة من فقهاء طائفة الفريسيين المتشددين واحتجوا بصوت عالي وقالوا نحن باش عالفين ورأي إذا غلطان لكن ممكنكم مكلبته هو خارجة يمكنك مكلبته ملك أها والخلاف ذات شديد لدرجة ان القائد الروماني قلق وخاف على سلامة بولس وقام طوالي أدت علمات للجنود بأنهم ينزلوا ويخطف بولس من قدام المجتمعين الهيجين ويودوه للمعسكر والجنود فعلا نزلوا وأخذوا بولس للمعسكر وفي الليل سيدنا عيسى عليه السلام ظهر لبولس عشان يطمنه ويقوي عزيمته وقال ليه اطمئن يا بولس وما تخاف حاليا أنا بوجهك إنك تسافر لروما وتبلغ أهالي رسالتي زي ما بلغتها للناس هنا في القدس وفي الصباح اجتمعوا أكثر من أربعين راجل من اليهود وخططوا لي قتل بولس وحلفوا وحرموا إنهم ما يأخلوا ولا يشربوا إلا بعد ما يقتلوهم ولأنهم كانوا مسررين قاموا مشير رؤساء الأحبار والشيوخ وقالوا ليهم يا قادتنا ورؤسانا نحن عاهدنا أنفسنا ما نأكل ولا نشرب إلا بعد ما نقتل بولس اللي عمل الفتن ده عشان كده نحن دلوقت عايزينكم إنتوا وباقي المجلس تدعوا للقائد الروماني إنه عندكم تحقيق معه مع بولس وعايزين القائد يجيبوا لكم للتحقيق ولما يقوم يرسلوا لكم نكون نحن مستعدين ونقتلوا في الطريق قبل ما يصل المجلس لكن ودخوا بولس سمع بالكلام ده ولأنه خاف على سلامة خاله قام بشير المعسكر عشان يبلغوا ولما وصلوا وكلموا بولس قال لي واحد من الضباط يا جنابو أرجوك سوق الشاب ده ودخلوا لسيادة القائد لأنه قال عنده أمر مهم عايزي بلغوا بيه والضابط فعلا ساق الشاب ودخلوا للقائد وقال ليهو يا سيادة القائد الرجل المسجون اللي اسمه بولس ده ناداني وطلب مني أدخل ليك الشاب ده لأنه قال إنه عنده أمر مهم عايزي بلغك بيه شكرا لك يا ضابط خلاص انصرف والقائد ساق الشاب من يده ومشبهه شوية وسأله على الانفراد وقال ليهو أيوة يا شاب قول لي فجنه بعد الاحترام يا سيادة القائد رؤسان اتفقوا على أن يطبوا منك تود لهم بولس في المجلس بكرة لأنهم حيظاهروا ليك بأنه عندهم معاه تحقيق لكن في الحقيقة دي مجرد خدع هم عملوا خطة عشان اقتلوا بيها بولس قبل ما يصل للمجلس وعندهم اربعين رائج المستعدين وحلفوا إنهم ما يعكلوا ولا يشربوا إلا بعد ما يقتلوا بولس وهم منتظرين اللحظة دي بفارغ الصبر ومنتظرين أنك تقبل طلبهم لما يعرضوه وتود لهم بولس شكرا لك يا شاب دلوقتي خلاص انت أمشي وأنا حتصرف بس أهم شي إنك ما تكلم أي زول خالص وكمان ما تقول إنك قابلتني أبدا حاضر يا سيد الغايد مع السلامة مع السلامة أها وبعد الكلام ده القائد نادى اثنين من ضباطه وقال ليهم اسمعوني يا ضباط أنا عايزكم تجهزوا لي أربعمية جندي من المشاة حاضر متان منهم يكونوا مسلحين بالحراب بالإضافة لسبعين من الرقبين الخيول عشان يتحركوا كلهم لمندينة قيصرية الليلة الساعة تسعة مساء حاضر سيدك وكمان عايزكم تجهزوا ليكم حصان عشان بول يتركبوا ويصل به سالم وآمن للحاكم فليكس حاضر ساعة تمام سيادك علم حننفذ الأمر ده بفورم وبسرعة وبدقة والقائد بعد معذر التعليمات دي كتب ليه رسالة الحاكم وقال فيها من كلوديوس ليسيس إلى صاحب الفخامة فليكس بعد التحية وكامل الاحترام الرجل اللي بعته ليك محروز بالجنود والفرسان ده اليهود قبضوا عليه وكانوا عايزين اكتلوه ولكن انا وصلت مع جنودي وخلصت من نوم لاني عرفت انه مواطن روماني وكنت عايز اعرف سبب حقدهم عليه وسكته ووديته لهم في جلسة من جلسات مجلسهم ولكن انه التهمة هي حاجة تخص عقيدتهم لكن ما في حاجة معينة استحق عليها الموت او حتى السجن وبعد ذلك عرفت انه في خطة منهم عشان اكتلوه عشان كده رسلت لك بسرعة وقلت للنازل المتهمين انه انهم الفعلات شكوى ضدهم والوضع فيها اسبابهم وفي الختام لفخامتكم كل الشكر والتقدير اها والجنود قاموا نفذوا تعليمات القائد واخدوا بولاس بالليل ووصلوه لمدينة انتباترس وتاني يوم رجعوا للمعسكر في القدس وخلوا بولاس مع الخيالة فالخيالة لما وصلوا لمدينة قيصرية قدوا الحاكم فليكس الرسالة وكمان سلموه بولاس والحاكم بعد ما قرر الرسالة سأل بولاس وقال له انت من ياته بلد انا من مطنقة كليكية يا سيادة الحاكم خلاص انا حاسمع قضيتك لما عداك يقدم الشك وتمضدك وبعد الكلام ده الحاكم امر بحراسة بولاس في القصر اللي بناه الملك الراحل هيروديس الأكبر اهو بعد خمسة يوم حناني رئيس شيوخ الدين ومعاه بعض شيوخ اليهود ومحامي اسمه تيروتلس سافروا من القدس لمدينة عيصرية عشان يشتكوا بولاس للحاكم فليكس ولما نادوا بولاس تيروتلس المحامي قدم الشكوى ضده قدام فليكس وقال فيها يا جناب الحاكم فليكس بفضلك نحن بنجعل بالسلام والامان من زمن طويل وبفضل غيادتكم الحكيمة عم الخير البلاد عشان كده نحن بنجعل لك الاحترام والتقدير جناب الحاكم انا ما عايز اكتر عليك الكلام واخد من وقتك وارجو منك ان تسمع الشكوى بتاعتنا وهي انه لقينا الراجل الاسمه بولاس ده بيجعل في الفتن ويولع في النيران بين بني اسرائيل في كل مكان وهو زعيم طائفة المصارى وكمان حاول انه يدنس بيت الله في الغدس عشان كده بعض الناس من بني اسرائيل قبضوه عشان يتحاكم حسب عقدتهم لكن بعد ذاك ما وصلوا لنتيجة ايجابية بخصوص مع الغايد للسياس الجمع جنوده وفقاه منهم واخدوا المعسكر عشان كده دلوقت ان احنا بنرفع شكوتنا دي لسياتك وبعد ما تستجوب انت بنفسك يا جناب الحاكم حتتأكد ان شكوتنا فيه صحيحة باقي الناس اللي كانوا حاضرين من بني اسرائيل ايدوا كلام المحامي بشدة طيب نجف هنا الليلة وفي المرة الجاية ماما بدريال سحق لكم أجزاء ماشر إن شاء الله تحية زروب إخراج تمادر سيخ دين